موسيقى الحقيقة النهاردة أنا عايز أتكلم برضو بالعقل شوية واشيد بما يحدث خلينا برضو إذا كان هناك شيء جيد لازم نقول إن هناك شيء جيد ما يحدث في الجولة الأولى من تطور في شكل النقل التليفزيوني لمباراة الدوري الممتاز في النسخة الـ 65 الحقيقة إذا كان هناك أو اللي بازلوا مجهود كبير في هذا الأمر يجب أن نوجه التحية للشركة المتحدة على الدور الكبير اللي أيمى بيه في هذا الملف إحنا هنا هنفضل ندعم ندينا ودورينا وبلدنا كلها ده الطبيعي بالمناسبة الجمهور بدأ يرجع للمدرجات عشان الصورة الحلوة تكتمل كلنا أمل ورغبة إننا نرجع بالساعة الكاملة في كل المباريات القادمة اللي استنادت حيكون شكلها مختلف والدوري حيكون إن شاء الله في حتة تانية خالص حيعود الدوري المصري لأمجاده لأنه سيظل دائما الدوري الأعرق والأقدم النادي الأهلي بيطالب بده دايما خلال كل البيانات اللي بيعملها النادي الأهلي بتجد أن هذه البيانات دايما بتكون عشان عايزين نرجع الجمهور عايزين نرجع الجمهور يا جماعة بكامل العدد وهنا برضو لازم أوجه كلمة شكر للأمن على الدور اللي بيقوموا به في هذا الصدد لو وصلنا للساعة الكاملة مع الدور التاني أكيد هتكون خطوة متميزة جدا النهاردة سعيد جدا بأننا نشوف جمهور بلدية المحلة في ملعب المؤولين العرب تحس أن عندنا أمل أمل أن الدوري يرجع أقوى من مكان وبجماهير محترمة محترمة ملتزمة ضمن منظومة كروية محترمة وملتزمة تدار باحترافية ده اللي نفسنا يحصل مين اللي في مصر مش نفسه أن الدوري يرجع بالجمهور تخيل حضرتك مباراة أهلي وإسماعيلي تتلعب زي ما تتلعب في أي مكان شوف هيبقى عدد الجمهور في هده إيه أهلي ومصري أهلي والتحاد في استاد اسكندرية تشوف هتبقى عاملة إزاي نفسي أن أنا شوف هذه المباراة نفسي أشوف الأهلي والمصري هيعملوا إيه مع بعض الأهلي والاتحاد في مباراة في استاد اسكندرية نرجع زي زمان نفسي أشوف زي ما روحت كان بيلعب كده لما كنت بروح استاد اسكندرية كنت باستمتع لما كنت بروح استاذ اسمالية كنت باستمتع لما روح كنت بقية الاستاذات الكبيرة والجماهيرية كان الواحد بيستمتع بشكل الجماهير حتى لو كان هناك انتقادات والحاجات اللطيفة اللي بنسمحها واحنا لعيبة ما عندناش مشكلة ولكن كانت هذه الأمور حلوة حاجات حلوة بتحصل أنا مبسوط جدا بالشكل وتمنى أن المستوى الفني للمباراة الدولي من جولة الجولة الحمد لله جولة الأولى حتى الآن يا جولة جيدة بكرة تنتهي أعتقد الجولة الأولى إن شاء الله تكون من الناحية الفنية جولة جيدة إن شاء الله من اللي جاي الجولة الثانية والثالثة ورابعة ترتفع الفرق خلال الفترة اللي جاي